حتى مجلس الوزراء السعودي المجتمع الدولي على اتخاذ اجراءات حازمة لضمان سلامة الملاحة والتنقل في الممرات المائية بالمنطقة كما اشار مجلس الوزراء الى ان عدم تأمين حركة النقل في الممرات المائية يشكل خطرا على اسواق الطاقة والاقتصاد العالمي وفي موسكو حذر الكريملين من تصعد التوتر في المنطقة تزامنا مع التعزيزات العسكرية الامريكية الى الشرق الاوسط تحذير الكريملين هذا جاء غداة الخطط الامريكية لنشر المزيد من قواتها في الشرق الاوسط التي بلغت نحو الف تودين كما دعا الكريملين كافة الاطراف الى ضبط النفس حيث اوضح بان الخطوة الامريكية هذه التبعث على المزيد من التوترات في المنطقة من جهته قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان بلاده لن تشن حربا على اي دولة واضاف ان مجموعة من السياسيين ذو التجارب القليلة تسعى لمواجهة بلاده كلام روحاني جاء خلال خطاب مباشر بثه التلفزيون الرسمي ويأتي في اعقاب مخاوف متزايدة من مواجهة بين ايران والولايات المتحدة لسيما بعد اتهم واشنطن لطهران بالوقوف خلف استهداف ناقلتين في خليج عمان الصين دخلت بقوة على خط ازمة ايران مع جيرانها والعالم بعد الاعلان الامريكي عن رفع تواجدها العسكري بالف جندي اضافي دفعها للتحذير من الوصول الى نقطة لا عودة في التوتر مع اعلان ايران تراجعها عن التزاماتها بالاتفاق النووي الصين تدعو الى التهدئة وعدم التخلي عن الاتفاق بسهولة بكين احد رعاة الاتفاق المبرم عام 2015 والتي هي ايضا في خضم مواجهة مع واشنطن دعت الولايات المتحدة الى عدم استخدام الضغط الشديد في التعامل مع طهران وزير الخارجية الصيني وانج يي شدد على ان اي تصرف نحادي الجانب في هذه المسألة ليس له اي اساس قانوني وفق القانون الدولي بل قد يؤدي الى ازمة اكبر وانج ايضا دعا كافة الاطراف الى التهدئة وعدم اتخاذ مسار تصعيدي يصعب الرجوع عنه مطالبا ايران بتوخي الحذر في اتخاذ قراراتها طهران كانت قد اعلنت عن انها سرعت وتيرة تخصيبها لليورانيوم وستتجاوز الحد الاقصى المدرج في الاتفاق النووي اواخر الشهر الحالي الصين من جهتها ترى ان الاتفاق النووي هو الطريق الوحيد لحل اي مسألة نووية وتجنب تصعد التوتر الاقليمي وللصين مصالح مهمة في ايران والخليج هي من ابرز المتعاملين مع طهران في مجال الطاقة وتستورد ما يقارب 37% من نفطها من السعودية والامارات والكويت وعمان والعراق ارفد الجنابية العربية من القائرة ينضم الينا الباحث في شؤون الامريكية اميل امين سيدي ميل اهلا وسهلا بك معنا في نشرة الرابعة اولا لماذا تشعر بكين وموسكو بكل هذا القلق الذي تعبر عنه في تصريحاتها جراء نشر الف جندي امريكي لتعزيز التواجد العسكري الامريكي كما جاءت التصريحات في الشرق الاوسط مساء الخير عزيزي من المؤكد ان هناك كما اشارنا اكثر من مرة يعني حالة من حالات السباق على مال فراغات او مربعات النفوز في منطقة الخليج العربي الف جندي امريكي يعني الف مربع قوة ونفوز امريكي جديد في منطقة الخليج العربي اذا كانت موسكو او بكين هي غير مهمومة او محمومة بايران بالدرجة الاولى هي يعني منشغلة ببراجماتية ذاتية انركية انجاز التعبير بالصراع مع واشنطن قبل اي شيء اخر حول القطبية الدولية القطبية العالمية التي يعاد تشكيلها ويمثل الخليج العربي نقطة غاية في الاهمية في سويداء القلب من الهيكل التكتوني للعالم الجديد ما بعد النيوليبرالي انجاز التعبير طب هذا من جانب لكن من جانب اخر هذا القرار بعد التوزيع او نشر هؤلاء الجنود ياتي بعد التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج يعني وبعد الحديث عن اجراءات حمائية دولية قد يعني تأخذ بها امريكا في هذه المنطقة لمنع استهداف او تكرار استهداف ناقلات النفط كما حصل خلال الايام الماضية فكيف يمكن تصور طبيعة المهام التي يمكن ان يقوم بها هؤلاء الجنود حالة تواجدهم في الخليج نعم اليك الآية يا اخي العزيز حتى تتضح الصورة منذ يوم الجمعة الماضي يكاد يكون مجلس الامن القومي الامريكي في حالة انعقاد وفي حالة تزويد للرئيس الامريكي بتقارير يومية وربما ساعة بعد ساعة كان هناك طلب من القيادة الوسطى الامريكية بزخم القوات الامريكية في منطقة الخليج العربي بخمسة الاف جندي وليس الف جندي واحد البيت الابيض لم يوافق سوى على الف جندي هذا امر له دلالاته ان الجنرالات في البنتاجون بدأوا يعو بالفعل ان هناك تطورا كريتيكال عالي يعني نستطيع القول حساس وحرج للغاية فيما تقوم به ايران الان الكرة في ملعب البيت الابيض نحن نعلم تمام العلم ان الرئيس ترامب تحدث اكثر من مرة عن انه يمد يد التفاوض وانه لا يريد الحرب لكن بلا شك سيناريوهات المواجهة مطروحة بقوة الذي استمع الى مايك بومبيو مساء الاحد الماضي في سي بي اس قال ان خيار المواجهة ربما لم يستخدم تعبير الحرب لان هناك بين الحرب وبين المواجهة عدة الوان رمضية يمكن للقوات الامريكية يمكن للولايات المتحدة استخدامها كاوراق ضغط على الطاولة طيب ما المتوقع الان ما السيناريو للمواجهة المتوقعة خاصة ان الكثير من المراقبين يرون بان ايران قد تستمر في عملية استهدافها للناقلات النفطية قد يتطور الامر الى استهداف منصات بترولية في دول الخليج فبالتالي ما المتوقع الان بعد نشر الف جندي باي شكل ستكون هذه المواجهة وحماية الممرات البحرية في الخليج السؤال العميق ويحتاج الى وقت طويل لكن باختصار شديد وهذا كلام مهم هناك اكثر من سيناريو مطروح في منطقة الخليج السيناريو الاول الذي نرى حالين هو تجيش متوسط معنى ارسال قوات امريكية باعادات قليلة عسى ان ترتدع ايران ثم سيناريو الغليان المرتفع بمعنى ان تقوم بعض القطع الايرانية بتهديد الملاحة الدولية والملاحة الامريكية ثم تكون هناك ردة فعل امريكية تعيد التذكير بعملية براينج مانتيس بالعام 88 خسرت فيها ايران نصف الاسطول الحربي هناك الانفجار الكبير وهذا ما لا يسعى الامريكيون ولا الايرانيين الى الدخول فيه هناك خفض للتصعيد وهناك السيناريو الخامس والاخير هو ان يحدث اختراق كبير واعادة مفاوضات وهذا السيناريو حتى الان استطيع القول انه مستبع بمعنى اننا امام خمسة سيناريوهات استشرافية تعتمد على ربما الاوتوجيست بمعنى تدافع الحركة تدافع الاحداث مثل كرة السلج او ربما بعض الاطراف الخارجية والتي لها مصلحة في اشعال الموقف لكن تبقى كل الاحتمالات مفتوحة ومطروحة في الوقت الحالي وايران هي التي يمكن ان تحدد ان سلما او حربا ان صيفا او شتاء لكن ما الذي يجعلنا نتجه الى سيناريو المواجهة ونستبعد سيناريو التفاوض يعني ايران مستمرة في سياستها منذ اربعين عاما دائما ما تستفز دائما ما يعني تستهدف ناقلات نفطية كما حصل في الثمانينات تقوم بتفجيرات هنا وهناك تستخدم حرسات ثوري في اكثر من منطقة وتنجح دائما في فرد سياستها حتى على الطرف الامريكي اليوم هناك كذلك ظروف ابرزها ان ترامب يستعد الانتخابات قادمة هذا يجعل طرح مواجهة مباشرة او حرب امرا غير منطقية وغير معقولة اليوم بالتالي نعود الى سيناريو التفاوض كحل اولي الولايات المتحدة الامريكية ادارة الرئيس دونالد ترامب ماضية قدما في التضييق القاتل على ايران في الداخل عقوبات اقتصادية وخنق الى ابعث حد ومد هذا الوضع لن يرضي استطيع القول الادارة او الحكومة الايرانية وهي بالمناسبة الان تتلاعب مع العالم على المتناقضات ونرى يعني احاديث مزدوجة في اليوم الواحد هل المسألة هي محاولة يعني الهاء العالم او محاولة اشغال الامريكيين يعني نحن بالامس كانوا يتحدثوا عن الى الاوروبيين والقول انهم لابد ان يدعموا البرنامج النووي وفي نفس الوقت الشمخاني يتحدث ومحمد باقر يتحدثان عن قطع مرور الناقلات البحرية النفطية او البوارج في هرموز لم نعد نعلم من صدق باختصار القول هناك ارادة امريكية بان هذه الثورة وليس هذا النظام ايران لا تتصرف ولا تتعاطى مع جيرانها ولا مع المجتمع الدولي بوصفها دولة انما تتعاطى بوصفها ثورة في محاولة لتحقيق ما نصميه السلف بروفيسي التنبؤات التي تسعى لتحقيق ذاتها بذاتها من قبل الخميني ان يرى العالم الايراني يرفرف على العواصم العربية طيب برأيك هل يمكن ان تحدث عملية جديدة تستفز فيها ايران العالم تستفز فيها دول الخليج تستفز فيها ايضا الولايات المتحدة الامريكية ام ان الامر مختلف اليوم بعد الموقف الامريكي نشر الادلة والصور حول التورط الايراني اعادة نشر الف جندي امريكي يعني هل مسألة ضرب قافلة نفطية اليوم اصبح امرا مستبعدا تقدير المتواضع انه امر وارد ووارد بشدة لان ايران الان تعيش المأزق في الداخل وليس عليها سوى طرح الهروب الى الخارج بمعنى تصدير الازمة الى الخارج تصدير الازمة الى الجيران مع الاخذ في عين الاعتبار ان الايرانيين وهذا كلام في تقدير مهم يتعاطون مع رؤية بنجوريون بمعنى المراكز والتخوم شد الاطراف الاطراف الميليشيوية وكلاء الحرب الحوثي في اليمن الحجد الشعبي في العراق حضورهم في سوريا حزب الله في لبنان وربما حماس في غزة هذه الاطراف في لحظة ما ستفعلها وهي تفعلها طهران بالفعل في محاولة لتغفيف الضغط عن الداخل ومحاولة غسل اليد من الجرائم المرتكبة كما رأينا في حوادث القافلات النفطية اما ما يجري من سواريخ ومن طائرات مصيرة من قبل الحوثي ناحية المملكة العربية السعودية فامر يعني لا يستطيع احد اخفاءه ولا يستطيع احد ان يوفر المسئولية الايرانية المباشرة شكرا جزيلا لك من القائر الباحث في الشؤون الامريكية ايميل امين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة